اشتركوا في القناة مشروع تعديل الدستور يهدف إلى ترسيخ القيم الحضارية للجزائر مشروع تعديل الدستور يجسد الولاء لرسالة الشهداء هو العنوان الذي اختارته يومية المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية وهي رسالة الرئيسة التي وجهها خلال فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الثانية والعشرين نفس العنوان افتتحت به جريدة الشعب مضيفة بأن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يهدف إلى ترسيخ القيم الحضارية للجزائر وتحقيق رسالة الشهداء وإرسال دولة العدل والقانون التي ناد بها الحراك المبارك يومية النهار كتبت الفساد خيانة للأمانة والوطن وسنحاربه ونجفف منابعه وما كشف عليه الرئيس الجمهورية مشددا على أن ما تسعى الحكومة إليه من خلال التعديل الدستوري هو إرساء دولة العدل والقانون كذلك عنونت صحيفة الإكسبريسيون على صدر صفحتها الأولى الفساد خيانة للأمانة وتضيف اليومية تجديد الرئيس تبون على محاربة المفسدين الذين وصفهم بأعداء الوطن يومية الجزائر جاءت بتصريح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول خبر تنظيم التجمعات في إطار الحملة الاستفتائية والذي يكون مرهونا بالحصول على ترخيص مسبق وبمدى التطبيق السارم للبروتوكول الصحي لتفادي تفشي فيروس كورونا